السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب قولة سنوي النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة الفصل الثالث درس التفاولات الكيميائية داخل اجسام الكائنات الحية يلا نبدأ بسم الله اول سؤال اي مما يلي من صور عملية البناء داخل الكائن الحي احنا قلنا في عملية البناء بيتم اتحاد جزيئات صغيرة او جزيئات بسيطة عشان تدينا جزيئات اكثر تعقيدا فقلنا مثال عليها عملية مين الاكسادة لا دي عملية هدم التحلل لا ده مش عملية بناء انحنا بنقول بناء التحلل ده يعني الحاجة بتتكسر لحاجات اصغر منها اما البلمرة او احنا البلمرة بيبقى عندي مانومارات كتير بتتحد مع بعضها وتديننا بوليمر واحد يبقى عملية البلمرة هي عملية بناء تمام زي مثلا لو عندي انا احماض امينية كتير اتحدوا مع بعض ايديونا بروتين يبقى حاصل بالمرة للا احماض الامينية وديونا بروتين لكن الهضم ده بيبقى تكسير الجزائيات الكبيرة للجزائيات أبسط نشوف بقى السؤال الثاني كده مع بعض أي العبارات التالية تعبر عن أحد مميزات عملية الهدم طب إيه من مميزات عملية الهدم طبعاً إحنا عارفين عملية الهدم زي أكسادة الجلوكوز أهمياتها واستخلاص الطاقة اللي موجودة في الروابط الكيميائية بقول لي تهدف لتخزين الطاقة لا استخلاص الطاقة مش تخزين الطاقة تتم في خلايا النبات ولا تتم في خلايا الحيوان لا بتتم في الاتنين تتم فيها الحصول على الطاقة اللازمة لقيام الخلايا بوظائفها الحيوية أي واستخلاص الطاقة علشان القيام بالوظائف الحيوية تمام طب الإجابة دال بتقول لي هنا تتم في خلايا الحيوان ولا تتم في خلايا النبات إحنا لسه أليمنا شوية أنها بتتم في الاتنين نشوف السؤال التالت بيقول لي من الرسم البياني المقابل أي مما يلي يوضح معدلات الهدم والبناء لخلايا طفل عمره خمس شهور الطفل الصغير لسه عمره خمس شهور ده محتاج أنهي أكتر محتاج البناء ولا الهدم أكيد البناء عشان النمو طيب يبقى احنا هنا أكيد الطفل ده عنده معدل البناء أكتر من معدل الهدم طب نشوف كده هنا عندي A B C D لقيت أن فعلا في الإجابة F A هلاقي هنا أن معدل البناء أكبر بكتير من معدل الهدم أما في B الاتنين متساويين وفي C وD جايب لي أن البناء أقل من الهدم لكن إحنا هنا محتاجين أن البناء يكون أكبر من الهدم عشان ده طفل عمره خمس شهور ومحتاج للنمو. فالاجابة تبقى ايه? السؤال الرابع بيقول لي هنا اي رسومات البيانية التالية يوضح تركيز مادة التفاعل عند اضافة انزيم لها? طبعا انتو عارفين ان الانزيم بيساعد على سرعة التفاعل بيزود من سرعة التفاعل الكيميائي. تمام? في بداية التفاعل بيبقى تركيز مادة التفاعل مية في المية. تمام? وعلى نهاية التفاعل بيوصل هنا تركيزها لصفر. تمام كده يا شباب? احنا اخدنا الكلام ده كمان من تلت عدادي ان في بداية التفاعل تركيز المتفاعلات بيبقى مية في المية. وفي نهاية التفاعل النواة الجهة اللي بتبقى مية في المية. طب هو هنا بيسألني عن مادة التفاعل. يبقى في البداية تركيزها مية في المية وهتقل لحد ما توصل للصفر. طبعا هنا بيقول لي ان التركيز مادة التفاعل بيزيد ما ينفعش. هنا بيقول لي ان هو بيزيد وبعد كده بيقل لا هو بيقل لحد ما بيقل لي خالص يوصل للصفر. سابت. العلاقة سابتة دي ما تنفعش يبقى الاجابة بالنسبة لي. جيب. تمام كده يا شباب? نكمل. عندنا سؤال رقم خمسة بيقول لي الشكل التالي يوضح جزيئات لمادتين غزائيتين مختلفتين قبل وبعض هضمها بالانزيمات. طبعا واضح جدا ان المادة اللي بتتكون من جزيئات سداسية ان دي وليكن نشا. تمام? حاجة بقى من النشويات. لان احنا عندنا ده الشكل السداسي ده جلوكوز وكل ده مرتبط مع بعض في سلسلة واحدة يعمل للنشاة. طب الجزئ ده انا شاف ان فيه حاجة وفيه تلات حاجات تانية شبه بعض. وليكن اللي في النص ده الجلسرل ودول تلات احماض دهنية. طب نشوف. هنا جايب لي ايه? جايب لي جزيئين من الجلوكوز مع بعض يبقى ده سين ده ملتوس. وفي المرحلة اللي هي صاد جايب لي جزيئات مفردة يبقى ده جلوكوز. تمام? يقولنا الشكل الاولاني ده لبد. لبد. تمام? مقسم هنا الى عين اللي هو وليكن الجلسرل. ومعاها تلاتة هنا هيبقى اللي هي لام هيبقى تلات احماض دهنية. اه دي تفسيرنا للشكل. بنشوف السؤال واحد اي مما يلي يمثل نواية جهض من قطعة الخبز في الفم? احنا قلنا قطعة الخبز دي عبارة عن النشا. النشا في الفم بيشتغل عليه انزيم اسمه الاميليز بيعمل له تحلل مائي. بيعمل تحلل مائي للنشا يعني مفروض نقول هنا نشا زائد ماء اهو زائد ماء. يبقى تحلل مائي للنشا عشان يدي سكر سنائي اسمه مالتوز. طب فين السكر السنائي? اللي هو سين. يبقى له سين. هنا اي مما يلي يمثل الناتج النهائي لهض من النشا? طيب هضم النشا. المنتج الاول كان مالتوز ده سكر سنائي. الناتج النهائي هيبقى هو الجلوكوز اللي هو سكر احادي اللي هي صوت. طبعا الاجابة بقى. تمام? نشوف السؤال اللي بعده. اي الرسومات البيانية الاتية يمثل تأثير البي اتش على عمل انزيم الكتاليز في خلايا نبات البطاطا. اولا الشكل الوحيد اللي اخدناه في تأثير البي اتش هو الشكل رقم جيم. ليه? ان احنا قلنا ان آآ كل انزيم ليه درجة بي اتش مصلة. بيعمل عندها الانزيم باقصى فاعلية. واذا زاد عنها اه لو قيمة زادت او قلت. يعني انا لو عملت هنا هنقول وليكن النقطة دي اهو هي دي درجة البي اتش المصلة. النقطة دي كده اهو هنا. يعني لو قلت دي سبعة هيبقى دي المصلة بتاعتنا. طيب لو احنا قللنا عنها نشاط الانزيم هيقل. طيب لو زودنا هنا خليناها مثللا تمانية برضو نشاط الانزيم هيقل. فالشكل المناسب هو لان لكل انزيم درجة مصلة وازا زاد او قل عنها فان نشاط الانزيم يقل تدريجيا الى ان يتوقف. آآ نيجي السؤال رقم سبع بيقول لي اذا علمت ان انزيم يساعد على خضم النشا وده احنا نسألينه من شوية في الفم فكيف تتأثر طاقة التنشيط اللازمة للتحلل للنشا عند اضافة الانزيم? طيب ما احنا عارفين مش انزيم بس اي انزيم شغلته نهائي بيزود من سرعة التفاعل عن طريق تقليل طاقة التنشيط. يبقى لا يحصل طاقة التنشيط انها تقل. تمام كده شباب? طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا الشكل التالي يمثل نموذج لالية عمل احد الانزيمات بداخل جسم الانسان. اي الاختيارات التالية يمثل الحروف سين صاد عين على الترتيب. من غير ما نبص على الاجابات. يلا الاول نحاول كده شباب نطلع الاسماء دي. انا عندي ببص هنا على قبل التفاعل وبعد التفاعل. اللي شكله بيفضل معي ثابت قبل التفاعل زي بعد التفاعل يبقى ده الانزيم. يبقى قدر اقول ان عين ده انزيم علشان فضل شكله ثابت معي قبل التفاعل زي ما دخل التفاعل خرج منه. طب قبل التفاعل هنا قبل السهم ده يبقى عين اللي هو الانزيم هيرتبط مع سين اللي هي مادة التفاعل. يبقى سين دي هي مادة التفاعل او المادة الهدف. تمام كده? طب يدوني هنا مركب وسطي غير ثابت. وبعد كده بينفصل الانزيم عند تكون صاد اللي هي النواتج بتاعت التفاعل. فلما يجي هنا انا محتاج مين? محتاج هو بيقول لي انا عايز اعرف مين سين صاد عين. اللي هو مادة التفاعل والنواتج. مادة التفاعل والنواتج والانزيم. مادة التفاعل نواتج انزيم. يبقى اللي هي الاجابة رقم دا. اهو. بقول لك سين. واحنا قلنا سين مادة التفاعل. صاد. قلنا ان صاد دوت النواتج. وعين. وقلنا عين ان ده انزيم يبقى الاجابة بتاعتنا. دا. تمام كده شباب? نشوف السؤال رقم تسعة. بيقول لي اشاكل مقابل يعبر عن تفاعل كيميائي فاي الاشكال التالية يعبر عن الانزيم في هذا التفاعل. طب نبص كده. انا عندي هنا. الانزيم اللي يتطابق مع الشكل ده. اكيد هو هناخد الشكل اللي هو رقم با. ليه? الجزء ده. هيدخل في المكان ده. تمام? والجزء ده اللي هو عامل شايفينه زي مستطير رفيع ده كده? اهو. هيكون موجود هنا كده. اهو. يبقى هيبقى هيدخل في المكان ده كده. 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 اهو. يبقى الشكل الوحيد اللي يتطابق مع المادة اللي قدامي دي هو الشكل رقم با. طب يبقى الاجابة بتاعتنا با. نيجي بقى بسؤال عشرة بيقول لي. ازا كان المدى الحراري لنشاط انزيم هو من عشرة درجة سليزيوس لاربعين درجة سليزيوس. تمام? فاي درجات الحرارة التالية من المحتمل ان يعمل عندها الانزيم باقصى نشاط له. يعني بيقصد من درجة الحرارة المسلة. طب هنحن عارفين مدى الحراري من درجة الحرارة اللي بدأ يشتغل عندها الانزيم لدرجة الحرارة اللي بيتوقف عندها الانزيم. اكيد الدرجة المسلة في النص. يعني ما نفعش اخد عشرة. ما نفعش اخد اربعين لان ده المدى ده البداية وده النهاية. نفعش اخد خمسين لان اخر حاجة بيشتغل توقف عندها خالص اللي هي رقم كام? اربعين درجة اللي مين اللي في النص بين العشرة والاربعين تلاتين يبقى تلاتين دي درجة الحرارة المصلة. طب نشوف سؤال حداشر. من الرسم البياني المقابل الذي يوضح تأثير البي اتش على معدل نشاط انزيم ما. اي مما يلي يمكن استنتاجه. طب نستنتج ايه? نشوف. ان الانزيم بيستهلك عندما تصل درجة البي اتش الى تسعة نبص كده. احنا اساسا قلنا ان الانزيم ما بيستهلكش. تمام? ولما وصل لتسعة قادي الانزيم وهو ده شغل الانزيم وهو نشاطه قل هنا. ولكن لم يتم استهلاكه. يبقى الججابة الف غلط. الانزيم يعمل باعلى كفاءة عند درجة بي اتش تساو ستة. اجي من اعلى نقطة وانزل كده. او من اعلى نقطة وانزل. هلاقي اعلى نقطة قصاد سبعة. قلو لأ مش ستة. ده المفروض تبقى سبعة. معدل النشاط الانزيمي يقلل النصف عندما تتغير درجة البي اتش من خمسة لسبعة. ده بنشوف من خمسة كان النشاط هنا. وسبعة كان النشاط هنا. لا ده مش قلت للنصف ده ممكن تكون زادت للضعف. يبقى ما ينفعش. معدل النشاط الانزيمي يتساوى عند درجتي بي اتش خمسة وتمانية ونصف. طيب انا بطلع كده من خمسة. لحد ما اوصل للنقطة دي. واطلع من هنا من تمانية ونص ما فيش تمانية ونص. يبقى اللي بين التمانية والتسعة ده تمانية ونص. تمام? اطلع كده. لحد ما اوصل للنقطة دي اهو. اللي قصاد تمانية ونص. لو بسنا على النقطة دي والنقطة دي. دي اصادها بالزبط. يعني انا لو وصلت لو انا كنت عامل ارقام. تمام? وعمل مسلا ده تلاتة اربعة خمسة ستة. وليكن هما الاتنين هيكونوا اصاد رقم ستة. يبقى بتتساوى. اهو. يتساوى عند درجتي معدل النشاط الانزيمي يتساوى عند درجتي بي اتش اللي هي خمسة وتمانية ونص. تمام? الاتنين هم على خط مستقيم واحد. شايفين هم? يبقى الاجابة ده. سؤال اتناشر بيقول لي الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين القس الهايدروجيني اللي هو البي اتش ونشاط الانزيم ما او انزيم ما اي العبارات الاتية يمكن استنتاجها. طيب انا من قبل نبص على الاجابات اشوف احل الرسم اللي قدامي الاول. انا اعلى نقطة هنا. وصاد كام? انزل انزل بين الواحد والاتنين يعني واحد ونص. طيب ما احنا اخدنا انزيم المعدة اسمه البيبسن انزيم. البيبسن انزيم ده بيشتغل عند بي اتش من واحد ونص الاتنين ونص في وسط حمدي. فبيقولي لا يتأثر هذا الانزيم بنوع الوسط? لأ طبعا ده بيشتغل في وسط حمدي قوي. يعمل هذا الانزيم افضل ما يمكن في الوسط الحمدي? اوه. ده اللي احنا استنتجنا لانه شغال عند بي اتش واحد ونص. طب يعمل هذا الانزيم افضل ما يمكن في الوسط المتعادل? لا. احنا قلنا ان هو بيعمل افضل ما يمكن في الوسط الحمدي. يعمل هذا الانزيم افضل ما يمكن في الوسط القلوي. لا يبقى كل الاجابات دي غلط هو بيشتغل احسن حاجة في الوسط من الحمد. تبنيجي للسؤال اللي بعده تلاتاشر قام احد الطلاب باجراء تجربة معملية لبيان العلاقة بالنشاط. احد الانزيمات ودرجة الحرارة ومسة للنتائج في الجدول التالي ادرس وسمه اجيب. حطي لي هنا درجة الحرارة. وجاب لي هنا النشاط الانزيمي. بقول لي عند درجة حرارة خمسة. ما اشتغلش الانزيم. وعند عشرة ما اشتغلش. واول شغل للانزيم النشاط الانزيمي اربعتاشر عند درجة كام? خمستاشر. وفضل شغال معنا لحد ما وصلنا لاعلى قيمة هنا لنشاط الانزيمي اللي هي خمسين. كانت قصاد درجة خمسة وتلاتين. يعني كده درجة الحرارة خمسة وتلاتين دي هي الدرجة المسلة. تمام? طيب بعد كده بدأ النشاطه يقل لخمسة وتلاتين حد عشر. لحد ما وصل هنا عند الخمسين لانه بقى نشاطه بصفر. تمام? فلما يقول لي ما درجة الحرارة المسلة لعمل هذا الانزيم. اقول له اللي قصادها اعلى نشاط انزيمي. اعلى نشاط انزيمي خمسين. قصاد خمسة وتلاتين يبقى درجة الحرارة المسلة خمسة وتلاتين. ما المدى الحراري اللازم لعمل هذا الانزيم? بشوف اول درجة بدأ اشتغل عندها. يعني اللي قصادها سفر دي ما اقدرش اقول لك لان هنا نشاط الانزيم بصفر. اول درجة لان في نشاط للانزيم عندها اللي هي درجة كام? خمستاشر. واخر درجة في نشاط للانزيم عندها اللي هو مسلا نشاط الانزيم حداشر اللي عند درجة كام? خمسة واربعين. يبقى هنا من خمستاشر لخمسة واربعين ما ينفعش اخد القيم اللي فيها صفر. القيم اللي قصدها صفر دي ما ينفعش اخدها خلص لان دي ما فيهاش نشاط للانزيم. يبقى انا هاخد المدى الحراري من خمستاشر لخمسة واربعين. من خمستاشر ده بداية عمل الانزيم وخمسة واربعين ده نهاية عمل الانزيم. نشوف السؤال اللي بعده. قام احد الباحثين بدراسة النشاط الانزيمي لانزيم ما بالنسبة للزمن. والرسم البيان المقابل بيمثل البيانات التي حصل عليها في ضوء ذلك اجب. اول حاجة بيقول لي كيف يمكن تقدير معدل التغير في النشاط الانزيمي. تبنى اه ده رئيس التغير في النشاط الانزيم ازاي? المفروض ان الانزيم ده بيشتغل على مادة متفاعلة بيسرع التفاعل عشان يدي نواتك. تمام? فبيقول لي هنا عن طريق تقدير التغير في كمية الانزيم ما احنا قلنا كمية الانزيم سابتة وما بتتغيرش. تمام? ولا بيتأثر ولا بيستهلك. عن طريق تقدير التغير في كمية مادة التفاعل ايوة ينفع. لاننا كل ما تقل معايا مادة التفاعل كل ما يكون النشاط الانزيمي زايد معايا وبالتالي يدي نواتك كتير. طب عن طريق تقدير التغير في كمية المسبطات. لا طبعا انت عارفين المسبطات دي بتحل محل المادة المتفاعلة في المواقع النشطة بتاعة الانزيم وبتعطل التفاعل. عن طريق اضافة كمية اخرى من مادة التفاعل لا انا بعرف هنا معدل التغير في النشاط الانزيمي من خلال التغير في كمية مادة التفاعل. يعني ايه? يعني لما كان عندي مادة التفاعل كتير بدأ يزداد نشاط الانزيمي يزداد 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 لحد معين الحالة اللي احنا سميناها حالة السبات. حالة السبات اللي عندي دية بنقول عليها حالة تشبع. اللي قدامي ده حالة ايه? تشبع. حالة التشبع دي بتبقى تشبع جميع المواقع النشطة بتاعت الانزيمات بجزيئات مادة التفاعل. فهنا السبات اللي انا شفته ده جاي من التغير في كمية مادة التفاعل. كان الاول فيه كمية موجودة كبيرة تركيز مياه في المد تفاعل. كل ما يشتغل عليها الانزيم المادة التفاعل دي تركيزها هيقل لحد هنا عشان تدي النواتج طبعا. لحد ما بنوصل لحالة التشبع. يبقى كل ما يقل لتركيق كمية مادة التفاعل كل ما هتدينا نواتج اكتر? تمام? يبقى ده بيوضح لي النشاط الانزيم. سؤال اتنين بيقول لي ما سبب التغير في المنحنة بين الديئة التالتة والديئة الخمسة? ابص كده. انا هنا الديئة التالتة هنا. والديئة الخمسة كده. لما بص هلاقي الفرق ما بينهم مش كبير. فبيقول لي ما سبب التغير في المنحنة بين الديئة التالتة والخمسة? تغير طبيعة الانزيم? لا هو الانزيم طالما كده النشاط بيزيد يبقى ما تغيرتش طبيعة الانزيم. تغير طبيعة الانزيم. لو احنا مسلا رفعنا درجة الحرارة اكبر من الدرجة المصلي. تمام? وصول الانزيم لسرعته القصوى. ما فيش حاجة اسمها وصول لسرعته القصوى. هو احنا هنا لو وصل عند تلاتة وبقول لك هنا ديئة التالتة والديئة الخمسة. ازاي هنا اقول عند الديئة التالتة انه وصل لسرعته القصوى. تمام? يبقى هو آآ لا مش دي الايجابة. استهلاك كمية كبيرة لمادة التفاعل ايوة هي دي. ليه يا ولاد? لان احنا قلنا دلوقتي بالنسبة ليه? كم مادة التفاعل. كل بمرور الوقت تركيز مادة التفاعل بقل عشان يدي نواتك. طبعا? فبص ما بين الديئة التالتة والخمسة الاقي الفرق في نشاط الانزيم مش كبير. يعني ده وليكن هنا قصاد اربعين وده قصاد خمسين. الفرق ما بينهم مش كبير. طب ليه? عشان خلاص تم استهلاك معظم مادة التفاعل وتحويلها النواتج. تم استهلاك كمية كبيرة من مادة التفاعل وتحويلها الى نواتج اللي هي الاجابة مش ظهور احد مسبطات الانزيم. طيب سؤال تلاتة بيقول لي في اي وقت يسجل الانزيم اقل نشاط له? اكيد في البداية خالص. يعني انا هنا قل نشاط الانزيم عند واحد وعند اتنين برضو هنا النشاط ما كانش كبير. فبيقول لي في الديئة الاولى والديئة التانية اقول له اه في الديئة والاولى والتانية هيكون اقل نشاط. مش التانية والتالتة لان بدأ يا خلاص يزداد ولا التالتة والربعة ولا الربعة والاي والخمسة انا احنا اقل نشاط في البداية التفاعل خالص. عندنا السؤال رقم خمستاشر بيقول لي عند اضافة كاشف البيوريت الازرق العينة من المادة سين. تحول لون الكاشف الى اللون البنفسجي. طب انا عارف ان البيوريت بيكشف عن البروتين. طالما المادة سين تحول لونها للون البنفسجي يبقى المادة سين دي بروتين. بعد ذلك تم اضافة المادة صاد لعينة اخرى من المادة سين. مين بقى المادة صاد? المادة صاد دي هنعرفها من باقي الكلام. بيقول لي مع قطرات من حمض الهايدروكلوريك. اه يعني ده ممكن يكون انزيم بيعمل في وسط حمض. احنا عارفين انزيم في المعدة. حمض الهايدروكلوريك اساسا بيبقى موجود في المعدة. عندنا انزيم بيبقى موجود في المعدة. وسبب تنشيطه هو اساسا حمض الهايدروكلوريك. طيب عشان اتأكد من الكلام الاول بقول لي وبعد نصف ساعة تم اضافة كاشف البيوريت لهذه العينة ولم يحدث تغير في لون الكاشف. ما حدثش تغير في لون الكاشف ليه? عشان خلاص المادة دي ما بقتش بروتين. ازاي? في معلومة هي من سنة تانية بس هنقولها. اللي هي اهمية انزيم او وظيفة انزيم البيبسن. بيعمل ايه? احنا عندنا البروتين زائد ماء يعني بحصل له تحلل مائي في وجود انزيم البيبسن. اللي بيعمل عندي بيه اتش في المعدة من واحد ونص لاتنين ونص عشان يدينا عديد البيبتايد. عديد مين? البيبتايد. فلما تم كاشف البيوريت الازرق على المادة سيني اللي هي البروتين في الاول اتحولت لونها للون البنفسيجي عشان هي بروتين. لكن بعد ما ضفنا المادة صاد اللي هي انزيم البيبسن. دي بالنسبة لنا انزيم البيبسن اللي بيعمل على هضم البروتين. الى عينة اخرى من المادة سين مع قطرات من حمض الهايدروكلوريك. بعد نصف ساعة تم اضافة كاشف البيوريت لهذه العينة ولم يحدث تغير في لون الكاشف. لان بعد نصف ساعة دي تحول البروتين الى عديد البيبتايد. واحنا عارفين كاشف البيوريت بيكشف على البروتين مش عديد البيبتايد. فلما يقول لي المادة سينديمين بيض ما البيض البيض بتاعه بروتين. بس هنا بيقول لي تريبسن. طب التريبسن ده بيعمل في وسط قالوي. واحنا قلنا هنا حمض الهايدروكلوريك. يعني وسط حمض. يبقى لحم اه بروتين. والبيبسن اه ينفع البيبسن انزيم البيبسن لان البيبسن انزيم ده هو اللي بيشتغل في الوسط الحمضي. وخلي بالك من كلمة حمضة هيدروكلوريك اهو. يبقى الاجابة بالنسبة لنا بقى. لبن والتريبسن احنا قلنا التريبسن لأ زيت الزرة. اساسا زيت الزرة ده لبيضات مش مش بروتين. يبقى المادة سين ده بروتين. بدليل انها تحول لونها اللون البنفسجي. لما حطيت عليها انزيم البيبسن. اللي بيعمل على هضب البروتين ويحوله الى عديد الببطايد. لقينا آآ بعد شوية بعد مص ساعة لما تجينا نضيف البيوريت مرة تانية لان لونه ما بتحولش لبنفسجي. دليل ان هو تحول من بروتين الى عديد الببطايد. تمام? نيجي للسؤال اللي بعده. سؤال ستاشر. بيقول لي اي العبارات التالية غير صحيحة. كل البروتينات انزيمات ادي اول جملة هي اللي غلطة. ينفع نقول كل البروتينات انزيمات احنا قلنا كل الانزيمات بروتينات زي الاجابة رقم جيم. وليس كل البروتينات انزيمات. يبقى العبارة الخطأ هي اول واحد. كل الانزيمات بها روابط بابتدية ايوة طبعا لانها بروتين فبتتكون من احماض ايه? امينية. مرتبطة مع بعضها بروابط بابتدية. كل البروتينات بها عنصر النيتروجن اه طبعا في مجموعة الامين. اني اتشي تو. نيجي للسؤال رقم سبعتاشر. بيقول لي الرسم البياني التالي يمثل سلاسة النشاط سلاسة انزيمات مختلفة. اي بي سي. في درجات حرارة مختلفة. فبيسألني اول سؤال. اي هذه الانزيمات يتميز باقل مدى حراري? طيب نشوف كده مع بعض. انا عندي الانزيم الاول ايه? شغال معي من كام? ما بين العشرة والعشرين ده هنا من خمستاشر. شغال لحد خمسة واربعين. ده الانزيم مين? ايه? بين الاربعين والخمسين بقى خمسة واربعين. خمستاشر لخمسة واربعين ده يعني فرق تلاتين درجة. طيب الانزيم بي قال لي هنا شغال اهو من بعد الصفر بشوية لحد تمانين لمادى الحراري بتاعه كبير. طيب هنا سي شغال من اربعين لتمانين يعني فرق اربعين درجة. يبقى اقل مدى حراري هيبقى لايه فقط? لانه شغال من درجة خمستاشر لخمسة واربعين يعني الفرق تلاتين بس. يبقى اقل مدى حراري لايه فقط? يبقى لإجابة الف. اي هذه الانزيمات يتميز باكبر مدى حراري? اهو اكبر مدى حراري اللي هو الانزيم بي. الانزيم بي فقط هو اكبر مدى حراري. اهو. من بعد الصفر بشوية هنا لحد كام? تمانين. طيب سؤال تلاتة. اي هذه الانزيمات الاكسر قدرة على تحمل الارتفاع في درجات الحرارة? طيب مين اكتر قدرة على التحمل الارتفاع في درجات الحرارة? لو احنا بصينا هنا. البي توقف عند تمانين والسي برضو توقف عند ايه? تمانين. يبقى الاجابة بالنسبة لي هتبقى بي و سي هما اكسر قدرة. لان الايه هنا خلاص بيتوقف عند خمسة واربعين. يبقى البي والسي هما اللي بيتوقفوا عند تمانين يبقى اكسر قدرة على تحمل درجات الحرارة. نشوف سؤال تمنتاشر. المخطط التالي يعبر عن عمليتين واحد واتنين تحدثين في خلية نباتية. جلوكوز بالعملية واحدية دينيشة. يبقى دي عملية بلمرة او عملية بناء. جلوكوز بعملية اتنين اد طاقة. يبقى دي عملية اكسادة او عملية هدم. فبيقول لي ماذا تمثل البيانات? نشوف كده مع بعض. بقول لي العملية اتنين عملية هدم اه فعلا اتنين عملية هدم. والعملية واحد عملية بناء او مزبوط يبقى او الاجابة. لو بدل بعد كده وقال لي واحد هي اللي هدم. واتنين هي اللي بناءها تبقى غلط لو اللي اتنين هدمة او اللي اتنين بناء هتبقى غلط تمام نكمل عندنا سؤال تسعتاشر بيقول لي هنا من الرسم البياني المقابل الذي يوضح تأثير الانزيم على طاقة التنشيط لاحد التفاعلات الكيميائية اي مما يلي يمثل السهمة الذي يوضح الاختزال في طاقة التنشيط نتيجة اضافة الانزيم تمام احنا نبص كده اعلى نقطة فين هنا النقطة دي طيب ده وليكن بدون استخدام انزيم استخدمنا كل كمية طاقة التنشيط الكبيرة دي تابوا بعدين لما استخدمنا الانزيم بدأت تقل لطاقة التنشيط وبقت كده لو انا بصيت على الفرق ما بين اعلى نقطة هنا واعلى نقطة هنا هنلاقين بيشاورلي عليه بيقول لي ده صاد يبقى الاختزال في طاقة التنشيط اخد اعلى نقطة فوق واعلى نقطة تحتها شوف الفرق ما بينه الاقي صاد يبقى الفرق في طاقة التنشيط هنا مين صال? سؤال عشرين بيقول لي فيه التفاعل الانزيمي بالمعدة. لست متكلمين حالا على انزيم اللي موجود في المعدة اللي بيعمل في وسط حمضي على تحليل البروتين الى عديد بيب طيب. في اي حالة مما يأتي تزداد كمية نواتج التفاعل? امت التزداد النواتج? لما زود كمية المصبطات لا بالعكس ده كده الانزيم مش هشتغل ولا التفاعل هشتغل. زيادة تركيز ايونال هايدروجين? لا طبعا احنا عندنا هنا في المعدة من واحد ونص لاتنين ونص لو زودت مش هشتغل الانزيم. تمام? زيادة مادة التفاعل او انت بتقول لي عايز تزود مين? النواتج. عشان تزود النواتج يطلق لك نتج كتير لازم يكون عندك مادة تفاعل ايه? كتير. يبقى زيادة مادة تفاعل صح. قلة كمية الانزيم? لا احنا طبعا قلنا كل ما بيزيد تركيز الانزيم كل ما بيزيد ايه اه اه طبعا معدل التفاعل. نيجي بعد كده للسؤال واحد وعشرين بقول لي ادرس الشكل اللازي امامك ثم اجي. جاب لي المادة الهدف اس وان يعني سبستريت وان اس تو سبستريت تو اس سبستريت سري وهنا الانزيم اي وان انزيم اي تو انزيم اي سري. وبنبتدي نبسط كده بقول لي اي العبارات الاتية تعتبر صحيحة بالنسبة للانزيمات الموجودة في الشكل. طيب نشوف اي وان اقل تخصصا من اس تب نشوف كده اي وان اقل تخصصا ازاي? ده هو عنده الشكل اللي هو المسلس يعني اي وان ما ينفعش يشتغل غير مع المادة اس تو بس. يبقى ده متخصص ما ينفعش هقول عليه اقل تخصصا. التخصص ان الانزيم يكون شغال على وان سبستريت. ولو زاد عن كده هيبقى ايه? اقل في التخصص. تمام? فاي وان ده اعلى واحد في التخصص لانه بيشتغل على مادة واحدة بس. غير اي تو مشتغل على هنا ده الشكل المسلس والشكل الكيرف ده. كده بيشتغل على مادتين. هنا في اي سري بيشتغل على تلات مواد اللي هي التلات اشكال ده. فنشوف الجملة التانية بيقول لي اي وان اكسر تخصصا من اي سري. اه طبعا اي وان شغال على اس تو بس. لكن اس ري يقدر يشتغل على اه اس وان بالجزء اللي هو المربع ده المستطيل ده. ويشتغل على اس تو بالمسلس ده. ويشتغل على اس سري بالكيرف ده او الخط المنحني ده. تمام? يبقى فعلا الاي وان اكسر تخصصا من اس ري يبقى الاجابة بارك. طب بيقول الاي تو اقل تخصصا من اس ري? لا الاي تو عندها موقعين هم. واي اس ري عندها تلاتة. يبقى الاي تو هي الاكثر تخصصا من ايه? من اس ري. جميع هزي الانزيمات عليها التخصص لا هو اعلى واحد متخصص فيهم بصراحة هو اي وان لانه عنده ايه اكتف سايت واحد بس. موقع نشط واحد. طب نشوف السؤال الاتنين وعشرين. بيقول الشكل المقابل يوضح احدى خصائص الانزيمات مائية. نظرية الافل والمفتاح. دي بتوضح ان انها بتشارك في التفاعل دون ان تستهلك? لا ده مش موضحة ده موضحة التخصص. في في افل بيتفتح من غير المفتاح بتاعه? ما فيش. يبقى لكل انزيم مسلا مادة التفاعل معينة. اني ده كده بيقولك تزيد من سرعة التفاعل هي الانزيمات فعلا بتزيد من سرعة التفاعل بس ده مش ده اللي واضح من الشكل. اللي واضح من الشكل بيقولك تتخصص الاتحاد بمادة معينة. اه الانزيمات مخصصة عن طريق الموقع النشط بتاعها للاتحاد بمادة ايه? معينة. تقلل طاقة التنشيط فعلا الانزيمات بتقلل طاقة التنشيط بس ده مش واضح من الرسم. احنا عايزين من خلال الرسم. طب نشوف سؤال تلاتة وعشرين بقول لماذا يحدث عند محاولة اجراء تفاعل انزيمي بالمعمل دون استخدام الانزيم اللازم لاتمامه داخل جسم الكائن الحي. لا يتم التفاعل لغياب الانزيم احنا قلنا الانزيمات بتزود من سرعية التفاعل. معناه كده ان التفاعل ايه? بيتم من غير الانزيم. يتم التفاعل ويعطي نتائج مختلفة. لا هو التفاعل لو هيتم لازم يدي نفس النتائج لانه تفاعل ده بيتم على مادة تفاعل معينة. ومادة التفاعل المعينة دي لازم هتدي النتائج. يعني مسلا نيدي نيدي مثال. احنا عندنا آآ سكر اسمه سكروز تمام? فيه انزيم عندنا في الامعاء اسمه بيحفز تحليل السكروز الى جلوكوز زائد فراكتوز. تمام? فهو لو الانزيم هيشتغل السكروز على السكروز هيتفكك لجلوكوز وفراكتوز ومش هيدي مواد تانية. فما ينفعش يقول لي يتم التفاعل ويعطي نتاج ايه? مختلفة. يتم التفاعل تحت شروط خاصة اه هو هيتم التفاعل بس تحت شروط خاصة لغياب مين? الانزيم. يتم التفاعل معدل اسرع تب ازاي غياب الانزيم? ويقول لي هيتم التفاعل بمعدل اسرع لأه هو هيتم التفاعل لان الانزيمات دي عوامل حفازة. تمام? بس التفاعل ده هيتم تحت شروط ايه خاص. يلا نشوف السؤال اربعة وعشرين. بيقول لي ما السبب في قلة النشاط الانزيمي في الشكل صاد عنه في الشكل ايه? سين. طب بص على الشكل صاد وسين. انا عندي هنا مادة التفاعل اللي هي الكرة الزرقى دي هي نفسها مادة التفاعل. درجة الحرارة هنا وهنا برضو اه سبعة وثلاثين درجة زيها. طب البي اتش هنا وهنا سبعة اربعة من عشر. الله كل الظروف. يعني بقول لي تركيز المادة الهدف لا المادة الهدف اللي هي الازرق دي زي بعض. درجة الحرارة زي بعض. آآ دارة تغير بي اتش لأ البي اتش اللي اتنين زي بعض. طب من الفضلة معي وجود مصبطات? اكيد هنا في الشكل صاد في مادة مصبطة دخلت في المواقع الناشطة بتاعت الانزيميات حلت محل مادة التفاعل وده اللي قال للتفاعل في الشكل صاد. تمام كده شباب? طب بنشوف سؤال خمسة وعشرين. اي رسومات البيانية التالية يوضح العلاقة الصحية بين درجة الحرارة ونشاط انزيم المادة? طبعا الشكل الوحيد اللي اخدناه في الشكل ده هو رقم باقي. في الاول كل ما بيزداد درجة الحرارة بيزداد نشاط الانزيم. لحد ما بنوصل لدرجة معينة اسمها درجة الحرارة المسل. عند درجة الحرارة المسلة هنا بيعمل الانزيم باقصى نشاط. تابعوا سؤال ستة وعشرين. بيقول لي هنا تعيش احد انواع البكتيريا في الابار الساخنة والتي تتراوح درجة حرارتها من خمسة وتمانين درجة سلازيس لخمسة وتسعين درجة سلازيس. تحتوى على انزيم بالمرة دي ان ايه. انزيم بالمرة دي ان ايه تاخدوه في تلتة سنة ان شاء الله ده اللي بيعمل تضاعف للدي ان ايه. الذي يستخدم في عملية تضاعف الدي ان ايه. اي رسومات البيانية التالية يمكن ان يعبر عن العلاقة بالمعدل تضاعف الدي ان ايه البكتيري ودرجة الحرارة لعمل هذا الانزيم. تاب نشوف. بيقول لي هنا في معدل تضاعف الدي ان ايه انه في الاول بيزيد وقبل ما نوصل لدرجة ستين هيتوقف. يبقى الكلام ده غلط. ده بيقول لك هنا الدرجة الحرارة من الخمسة وتمانين الخمسة وتسعين. تاب بيقول لي هنا هو كان شغل وبدأ يزيد 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 ومن بعد الستين فضل متزايد. يبقى ما وصلنيش هنا الخمسة وتمانين وخمسة وتسعين ماشي. بس شكل الكيرف واضح ان هو في زيادة. لكن نيجي بقى على الاجابة جيم. بص كده على الاجابة جيم. بيقول لك ان هو نشاط الانزيم في الاول زاد وجيه عند درجة معينة لو احنا وصلناها هنا. ما بين العشرة والستين مسلا وليكن دي عند اربعين او عند خمسين. ده كان اقصى نشاط وجيه توقف عندي ستين. ما ينفعش. يبقى برضو لان هو بيشتغل الخمسة وتمانين خمسة وتسعين. تب نيجي هنا. بيقول اللي النشاط بيزيده وبعد كده سبت. يعني سبت عند الستين. لا يا جماعة احنا هنا بنقول الدرجة الحرارة هناك من خمسة وتمانين لخمسة وتسعين. يعني هو من زي الشكل رقم بقى. من بعد الستين هيبتدي النشاط ايه? يزداد يبقى الاجابة بقى. نشوف السؤال اللي بعده. بقول لي الجدول المقابل يوضح النشاط الانزيمي لعمل سلاسة انزيمات الف وبه وجيم مستخلصة من الجهاز الهضمي لجسم الانسان ادرسه ثم اجي. تمام. بقول لي ماذا تتوقع ان يكون الانزيم به واين يعمل? اعرفه ازاي مش دي قيم البي اتش? اجي على الانزيم به. ابصي هنا كان نشاطه عند بي اتش واحد خمسين. عند اتنين خمسة وسبعين. عند تلاتة قل. بقى تمانية وخمسين. وما اشتغلش في الوسط هنا صفر في الوسط من القاعدي. يبقى انا بستنتج ان الانزيم به دوت هو انزيم اللي بيعمل في وسط حمضي اعلى درجة نشاط لي كانت خمسة وسبعين قصات بي اتش اتنين. فانا هقوله ده انزيم مين? البيبسن. ادور على البيبسن. بقول لي بيبسن في المعدة. لا بيبسن في الامعاء. ما فيش بيبسن في الامعاء. هو البيبسن في المعدة. الاجابة رقم با. السؤال بعد بقول لي ما الوسطة الذي يعمل فيه كل من الانزيم به والانزيم جيم على الترتيب. انا لسه ايلأ به في الحمضي. طب وجيم اشوف جيم. كان صفر هنا في الاول واعلى درجة لي. 78 دي اعلى درجة لي قصات كان بي اتش تمانية. يبقى الانزيم جيم بيعمل في وسط ايه قاعدي? يبقى انا محتاج حمضي لباق وقاعدي لجيم. يبقى حمضي وقاعدي. فين حمضي وقاعدي? الاجابة دا. حمضي وقاعدي. ما سبب توقف عمل الانزيم الف? ايه سبب توقف عمل الانزيم الف? في منطقة عمل الانزيم به. نشوف كده? الانزيم الف كان كله صفر 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 هنا. وهنا ما كان المنطقة دي اللي هي البي اتش اللي في الاول اللي هي واحد اتنين تلاتة ده وسط حمضي قوي كان شغال في الانزيم بها اللي هو انزيم في حين ان الانزيم الف ده ما كانش شغال. طب بسبب ايه? اكيد تغير درجة البي اتش. ان الانزيم بيه محتاج وسط حمضي. اما الانزيم الف اعلى درجة ليه اتنين وسبعين قصات تمانية بيحتاج وسط قاعدي. يبقى السبب هو تغير درجة البي اتش. طب نشوف السؤال اللي بعده. فيما يتشبه الانزيم الف مع الانزيم جيم. ابص كده لقي الف وجيم هما الاتنين قصات واحد واتنين وتلاتة اللي هي الارقام اللي في الاول دي بنلاقي ان هو صفر يبقى آآ الف وجيم هما الاتنين ما بيعملوش في الواسط الحمضي. تمام? طيب ما الهما الاتنين لو بصيت كده اعلى شغل الالف اتنين وسبعين قصات بي اتش تمانية. واعلى شغل الجيم تمانية وسبعين قصات شغل قصات بي اتش كام تمانية. يبقى السبب في التشابه بتاعهم هو تركيز ايونات الهايدروجين مناسبة للعمل اللي هي البي اتش بتاعتهم اكوال ايت. ان هما الاتنين بيشتغلوا اقصى حاجة عندي بي اتش اكوال ايت. تمام? مش تركيز المادة الهدف ولا تركيز الانزيم لان الشكل اساسا هو مدوضح للبي اتش. ولا وجود مسبطة. طب نيجي للسؤال اللي بعده. تمانية وعشرين. شوف كده مع بعض. بقول لي ازا علمت ان انزيم يساعد على هضم البروتينات او اللي احنا قلناه من شوية في المعدة. اي رسومات البيانية التالية يوضح ما يحدث لنشاط انزيم ازا زادت قيمة البي اتش في المعدة. طيب. هو بيشتغل احسن حاجة عند مسلا بي اتش من واحد ونص الاثنين ونص وليكن عند اتنين. ينفع يقول لي ان اقل نشاط ليه قصاد اتنين? يبقى الشكل الاول ده غالب. طب هنا بيقول لي ان هو فعلا كان شغل اعلى حاجة عند اتنين بس بعد كده سبت. لأ بعد كده الزيادة دي تقلل. تقلل النشاط بتاعه. يبقى ما نفعش الشكل رقم بقى. طب نشوف الشكل جيم. بيقول لي هنا النشاط وبيزيد بيزيد لحد قصاد اتنين كده كان اعلى نشاط ليه ومن بعد كده بدأ النشاط يقل. اه هي دي لانه بيشتغل من واحد ونص الاثنين ونص. تب ينفع بقى ان هو جاب لي هنا برضو اقل لنشاط ليه قصاد اتنين. لا قصاد اتنين ده بيبقى اعلى نشاط ليه وابقى الاجابة ده برضو ايه? ما تنفعش. تب نشوف السؤال اللي بعده. تسعة عشرين بيقول لي في تجربة معملية. الشكل واحد يوضح بداية التجربة. واحد ده عبارة عن بداية التجربة. حيث تم وضع انبوبة اختبار بتحتوي على محلول النشا. يبقى الانبوبة اللي قدامي دي. فها محلول مين? محلول النشا. تمام. اه تحتوي على محلول النشا وانزيم الاميليز. كمان اضفنا عليه انزيم مين? الاميليز. تمامي. بقى انا عرفت ده اميليز زاد النشا. فيه حمام مائي درجة حرارته خمسة وخمسين درجة. وقيمة بي اتش بتساوي سبعة اربعة من عشرة. والشكل اتنين بيوضح التجربة بعد مرور عدة ساعات. اولا درجة الحرارة خمسة وخمسين درجة دي مش مناسبة العامة للانزيم. انزيم الاميليز ده بيعمل في الفم على هضم النشويات في درجة حرارة جسم الانسان اللي هي سبعة وثلاثين. يبقى خمسة وخمسين دي درجة حرارة غير مناسبة. اما درجة البي اتش مناسبة. لانه بيعمل في وسط قلة وضعيف في الفم عند سبعة اربعة من عشرة. تمام? او سبعة ونصف. بقولي والشكل اتنين بيوضح التجربة بعد مرور عدة ساعات. اي ما يلي من المتوقع ان يحتوي عليه المحلول سين? المحلول سين هيكون في ايه بعد بعد مرور عدة ساعات هيبقى فيه نشا? طب ليه? مش هو مع انزيم الاميليز اللي بيحلله? احنا عارفين ان الاميليز بيحلل نشا لسكر ملتوس. تمام? ولكن عشان درجة الحرارة هنا غير مناسبة ايه اللي حصل? حصل تغير في التركيب الطبيعي بتاع انزيم الاميليز. فالمحلول هيفضل نشا زي ما هو. طيب نشوف السؤال التاني بيقولي بعد انتهاء التجربة. تم وضع انبوبة الاختبار مرة اخرى هي نفسها. الانبوبة الاختبار هي نفسها. مرة اخرى في حمام مائي درجة حرارة تصل الى خمسة وتلاتين. هي الدرجة خمسة وتلاتين درجة حلوة. مناسبة مصلة. وفي النفس قيمة اللي هي سبعة اربعة من عشرة. تمام? اهي. فاي من ما يريم ان الممكن ان يحتوي عليه المحلول سين بعد مرور عدة ساعات. برضو نشا. طب ليه ما احنا حطناه في درجات حرارة مناسبة خمسة وتلاتين. احنا قلنا يا جماعة لو زادت درجة الحرارة عن الدرجة المصلة بيقل نشاط الانزيم تدريجين ان يتغير بسبب تغير التركيب الطبيعي للانزيم. يعني عند خمسة وخمسين درجة دي التركيب الطبيعي بتاع الانزيم تغير. يعني المواقع الناشطة اللي موجودة في الانزيمات اتشوهت. يعني ما ينفعش الانزيم يشتغل تاني حتى لو احنا خفضنا درجة الحرارة. يبقى اللي هيحصل هنا ايه? تغير هيفضل المادة نشا في الاول عن درجة حرارة خمسة وخمسين. هي نشا فضلت نشا زي ما هي وانزيم لا يعمل في هزي درجة في درجات الحرارة دي. طب لو جينا قلنا على طب بعد كده والله هو لو كان جاب لي محلول نشا في انبوبة جديدة زي انزيم في انبوبة تانية جديدة غير دي. وحطاها عند درجة خمسة وتلاتين. كنا هنلاقي بعد كده سكر سناء اللي هو الملتوز. تمام? ولكن اللي حصل ان هو اخد نفس الانبوبة بعد ما الانزيم بازة عند حصل له تلف عند درجة خمسة وخمسين. وبقول لي ان احنا وفرنا لها درجة حرارة خمسة وتلاتين. طب ما خلاص التركيب الطبيعي بتاع الانزيم اتغير. يبقى برضو اللي هيفضل موجود معايا هو مين? النشا. بسبب تغير التركيب الطبيعي للانزيم. طب نيجي للسؤال تلاتين بيقول لي المخطط التالي يوضح مصار احد التفاعلات الكيميائية خلال احدى التجارب المعملية. عند مد التفاعل بانزيم واحد بتحول لمادة سين. بانزيم اتنين بتحول لمادة صاد. بانزيم تلاتة بتدي نواة جميل التفاعل. فبقول لي ما الذي تتوقع حدوثه عند وضع كمية اضافية من المادة صاد للتفاعل الكيميائي. طب انا لو زودت هنا زودت المادة صاد. تمام? احنا عندنا المادة صاد دي هي اللي بتدي نواة جميل التفاعل. فانا لو زودت مادة صاد اكيد هتزيد معي الايه? النواة. فبقول لي ما الذي تتوقع حدوثه عند وضع كمية اضافية من المادة صاد للتفاعل كيميائي. يزداد نشاط الانزيم تلاتة وتزداد نواتج التفاعل اه طبعا. هنا ليه? لان اللي بيشتغل على المادة صاد هو انزيم تلاتة. فيزداد نشاطه. احنا قلنا بزيادة المتفاعلات او بزيادة تركيز المادة المتفاعلة هيزداد نشاط الانزيم الى حد معين. تمام? ده اخدناه. فكل ما هتزود خدناها في كي بوينت. اللي هي في في الاخر لما بيقول لي. هنشوفها كده مع بعض. العوامل اللي بتزود من سرعة التفاعل. اهن. العوامل اللي بتزود من سرعة التفاعل زيادة تركيز الانزيم لحد معين. وزيادة المادة الهدف او تركيز مادة التفاعل لحد ايه? معين. فانا هنا لو زودنا من المادة صاد اللي هي تعتبر مادة التفاعل طالما ما وصلناش للنواتج هي مادة التفاعل. فانا لو زودت هنا صاد ايه اللي هيحصل? هيزداد نشاط الانزيم وبالتالي هتزيد من النواتج. لكن يقل نشاط الانزيم دي غلط وتقل النواتج. هيبتدي يبدل واحدة تزيد واحدة لا. هو هيزداد نشاط الانزيم وهتزداد مين? النواتج. طب سؤال واحد وتلاتين بيقول لي الرسم البيان المقابل يوضح تأثير انزيم الاميليز. طبعا احنا عارفين الاميليز بيحصل تحلل بيعمل تحلل ماء للنشا ويحولها لسكر سناي اسمه الملطوس. فده بيوضح لي ان التأثير انزيم الاميليز على هضم النشا عند ثلاث درجات حرارة مختلفة. اي مما يلي يمكن استنتاجه. ايه درجات الحرارة? تلاتين اربعين خمسين. دول التلات درجات حرارة مختلفة. طب نشوف بقى هنا بيقول انت هتستنتج ايه? اول حاجة درجة الحرارة خمسين هي الدرجة المصلة لعمل الانزيم خمسين. لا مش طبعا مش درجة حرارة المصلة. اللي وصلتني هنا الى بصوا معايا. اهو. لو احنا اجينا بصنا هنا مش ده تركيز النواتج بتاع التفاعل مع الزمن. اهو. اللي وصلنا الاعلى حاجة هي درجة حرارة كام? تلاتين. يبقى مش خمسين. يتغير التركيب الطبيعي للانزيم عند درجة حرارة اربعين. طب ازاي تغير تركيب الطبيعي للانزيم عند درجة حرارة اربعين وهو ما زال بيعمل حتى عند خمسين. يبقى لا ما حصلش تغير. لم يتم تغير التركيب الطبيعي للانزيم عند درجة حرارة اربعين. افضل نتيجة لهضم النشا عند درجة حرارة تلاتين. اه قلنا دي الدرجة المصلة. وبعد اربعين ثانية تب اشوف. بيبتدي اجي من اعلى نقطة كده وانزل. تمام? من اعلى نقطة هنا وانزل. اهو. هلاقي هنا من بعد التلاتين وليكن دي درجة كام? اربعين. يبقى فعلا اللي هي الزمن كام اربعين. يبقى افضل نتيجة الهضم النشاكت عند درجة حرارة تلاتين. وبعد حوالي اربعين ثانية ده الزمن يبقى دي حوالي اربعين ايه ثانية. يبقى ليه جيب اجيب. يبدأ هضم النشاة بعد مرور ستين سانية? ده يبدأ? لا هو بدأ من هنا هو خلاص. بعد مرور ستين سانية ده ممرور ستين سانية كده خلاص الدنيا توقفت. يبقى لاجابة دي غلط. نشوف السؤال اللي بعده. سؤال اتنين وتلاتين بيقول لي يمثل الرسمان البيانيان التاليان معدل التفاعل لعدة انواع من الانزيمات عند درجات حرارة وبي اتش مختلفة. تمام. ادرس المنحنيات ثم اجب. نبص كده. ده بالنسبة لمين بي اتش? يبقى اربعة ده من اعلى نقطة هنا قصاد اتنين. يبقى ده وسط حمضي. انزيم بيعمل في وسط حمضي واللي هو البيبسن. طيب و هنا بي اتش بتساوي تمانية. تمام? يبقى ده بيعمل في وسط قلوة اللي يكون انزيم التريبسن. تمام? طيب و هنا. طيب نبتدي نزبط بقى. اي المنحنيات اي من المنحنيات التالية تمثل مدى درجة الحرارة و درجة البي اتش لانزيم مستخلص من معدة الانسان. طالما معدة الانسان يبقى انت محتاج درجة حرارة سبعة وتلاتين. تمام? و محتاج وسط حمضي. يبقى اربعة معي عشان هي وسط حمضي. طيب نشوف. اربعة هيكون معها مين يشتغل اقصى حاجة عند سبعة وتلاتين. نشوف كده مع بعض. طيب. احنا عندنا هنا ادي الانزيم واحد او نشوف كده ادي معدل التفاعل. انزل من اعلى نقطة. هلاقيها هنا قبل الاربعين. تمام. طيب هنا اتنين من اعلى نقطة هيبقى بين الاربعين والستين وليكن خمسين. هنا اعلى نقطة. ماشي. وسط التمين او قبل التمين بشوية. يبقى انا بقول في درجة حرارة جسم الانسان. يبقى انا محتاج واحد اللي هو درجة الحرارة قبل الاربعين. تمام? ومحتاج معايا اربعة عشان الوسط بتاعها حمدي. المنحنيان واحد واربعة يبقى الاجابة الف. طيب نشوف السؤال اللي بعده. اي من المنحنيات تمثل مدى درجة الحرارة والبي اتش لانزيم مستخلص من بكتيريا بتعيش فيها نبيع حارة. يعني درجة حارتها بتصل الى خمسة وسبعين. او اكثر وزاتها وسط قاعدي. القاعدي خلاص احنا عارفينه خمسة. تمين اللي درجاته حرارة عالية وصلها الهنا خمسة وسبعين. عندي تلاتة. يبقى فين تلاتة وخمسة. تلاتة وخمسة لاجابة ده. اللي يبقى المنحنة تلاتة عشان درجة الحرارة بتاعته المسلق قبل التمانينة هو يعني وليكن خمسة وسبعين. تمام? وكمان آآ خمسة علشان الوسط بتاعه قلع. نكمل سؤال تلاتة وتلاتين. بيقول لي فيما يلي سلاسة رسومات بيانية تصف التغيرات في تركيز كل من الانزيم والبروتين والاحماض الامينية. طبعا البروتين ده هيبقى مادة التفاعل. تمام? والاحماض الامينية ديت هي النواتيك. والانزيم طبعا عارفينه اللي بيزود سرعة التفاعل. الاحماض الامينية الناتجة اهو قال لي عليها الناتجة بتأثير فعالية انزيم ما يحلل البروتين اي الاختيارات التالية تلائم التغيرات في كل من هزي الرسومات. تمام? خلينا انتفق مع بعض. اللي في النص ده اللي شكله سابت ما بتغيرش قبل التفاعل زي بعد التفاعل يبقى بيديه ده انزيم. وسيل اللي تركيزها بيقل بمرور الوقت هي مادة التفاعل مادة التفاعل عندي اللي هي بروتين. لسا قللين بروتين وهو مادة التفاعل. ولتركيزها هيزيد اللي هي النواتج اللي هي الاخماض الامينية وبقى ايض oxidation. فعايزين احنا بقى نطلع الكلام ده بيقول لي ايه انزيم لا احن قلنا بي انزيم بي انزيم اه وسي ده بروتين وسي بروتين وايه احماض امينية تمام هيبقى هيبقى الي جابة بقى هيوقعد هنا هيبقدل لا الاجابة بقى هو السابت معي الانزيم اللي بيقل تركيزه معي البروتين وهو مد التفاعل اللي بيزداد تركيزه معي ايه هو الاحماد الامنين. نكمل. بيقول لي هنا سؤال اربعة وتلاتين. آآ الجدول التالي يوضح بعض الانزيمات التي تعمل في مواقع مختلفة سين صاد عين من الجهاز الهضمي للانسان والرقم الهايدروجيني المناسب لعمل كل منها. يعني بقول لي في الفم في انزيم الفم اللي هو المكان سين ده. آآ الانزيم بتاع اللعابي او بتاع اللعاب يشتغل عن ده من سبع اتنين من عشر سبعة ونص. يبقى فعلا لو انا طلعت قصود صين كده هتلاقيه اعلى من سبعة شوية وليكن سبعة اتنين من عشرة أو سبعة واقعا. طيب المعدة المعدة صاد فيها انزيم اسمه انزيم الفيبسين اللي بيشتغل من واحد ونص لاتنين ونص لو انت طلعت كده هنا قصود النقطه دي هتلاقيها ولو انا وصلتها وليكن مثلا قصود واحد ونص او اتنين. تمام? طيب والامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة فيها اميلز البنكرياس والتريبسن واللايبيز بيشتغلوا من سبعة ونص لتمانية. لو انت طلعت برضو كده وصدعين هتلاقي عين اعلى شوية من مين? من سين. سين كان بيشتغل عندي سبعة اتنين وعشر سبعة ونص. ولكن الاميلز ده بيشتغل من سبعة ونص لتمانية اهو. اعلى منها شوية. طيب بيقول لي ان الرسم البياني المقابل للجدول اي الرسومات البيانية التالية يمثل نتيجة لحدوث خلل في الموقع صاد. الموقع صاد ده اللي هو بتاع المعدة. تمام? فقط ادى الى تصبيت الافراز. يعني من الاخر ما تمش هنا افراز انزيم الببسن. يبقى اي شكل بياني من دول هيعبر. بيقول لي هنا ان النشاط هيبقى عن سبعة اتنين من عشرة ويقل ينزل للصفر ويطلع تاني تبقى ايه اللي هينزله للصفر? احنا عندنا ده مسلا مشتغل عن سبعة اتنين عشرة ده سبعة ونص. مسلا يبقى هيفضل في نفس الرنج بتاعه. تبنيجي هنا. عندي سين سبعة اتنين من عشرة تمام. عندي صاد ما انزلش عشان صاد لم يتم الافراز. تمام زي ما هو. يبقى فاضلنا فوق. عندي عين بتبقى سبعة ونص لتمانية. اه يبقى الشكل رقم باء. على اساس ان صاد لم يتم افرازه اساسا. فمش هننزل للصفر زي ما حصل هنا. تب يقول لي ان الانزيم الاول اللي هو بتاع الفم شغال هنا فوق. فعند مسلا سبعة ونص وبعد كده بدأ يقل قصاد صاد. قصاد دي اللي هي انزيم البيبسن احنا قلنا اساسا ما ايه? ما اشتغلش. يبقى المفروض ان الكيرفر اساسا ما كانش ينزل معانا. لان صاد ده لن يتم الافراز عشان تقلل البي اتش. لان احنا عندنا البي اتش بتاع المعدة هو اللي منخفض. واحد ونص لاتنين ونص. تم لن يتم الافراز. يبقى البي اتش دي ايه? مش هتنزل. طب هنا بيقول لي ان هو كان عندي سين سبعة وشوية وعند صاد بو اربعتاشر. لا الرسمة دي غلط خالص. الرسمة الصح. ان انا الاول عند سبعة اتنين من عشرة ده سين. اللي هو في الفم. عند صاد ما منزلناش لقيمة واحد ونص او اتنين ونص هنا. على اساس ان فيه مشكلة في افراز صاد. فضلنا من هنا من سبعة اتنين من عشرة حد سبعة ونص. بدأنا نزيد عند عين. اللي هو من سبعة ونص لتمانية فالكيرفر ماشي معايا. كده. يبقى الاجابة بقى. سؤال خمسة وتلاتين. بقول لي اقامة احد الطلاب باعداد انبوبة اختبار تحتوي على محلول نشا وانزيم الاميليز مع توفير الظروف المناسبة لعمله. اي معيالي يمكن للطالب اجراؤه للتأكد من هضم النشا. والله احنا اخدنا. ان النشا بيتم الكشف عنها بمحلول اليون. هيتم اضافة محلول اليون. لو فضل لونه اورنج زي ما هو. يبقى ده تم هضم النشا. طب لو تحاول للون ازرق يبقى لان يتم هضم الايه? النشا. فباضافة كشف البيوريت? لا البيوريت بيكشف على البروتين. باضافة حمض المخفف? لا ده بنشط انزيم المعدة. اللي هو ايه? اضافة محلول اليود او اضافة محلول اليود. زي ما قلتلكم كده يا شباب. لو فضل لون المحلول اليود اورنج. ده دليل على ان النشا تخدمت بانزيم الاميليز. طب لو تحاول للون ازرق دليل على ان الاميليز ما اشتغلش. والنشا فضلت زي ما هي فدتنا لون ازرق مع محلول اليود. اه سؤال ستة وتلاتين بيقول لي استخدم السيادون السلج لحفظ الاسماك التي يقومون باستيادها. كيف يحفظ السلج على الاسماك طازجة? هو السلج بيعمل له شباب. مش السلج ده? بيقلل درجة الحرارة. فبيقول لي هنا بيوقف نشاط الانزيمات المحللة للخلايا. اه طبعا. لان احنا درجة التجمع الصفر. وعندنا الانزيمات ما بتشتغلش عند درجة الصفر. بيقول لي هنا بزيادة نشاط عملية التمسيل لغزاء الخلايا. لأ بتغير قيمة للوسط المحيط. لأ مالوش دعوة انت كل اللي انت عملته حفظت بالسلج. يعني الشغل هنا على درجة الحرارة. بتغير طبيعة الانزيمات المحللة للخلايا. لأ. طبيعة الانزيم ما بتتغيرش. اللي لو درجة حرارة اعلى من الموصلة. لكن درجة صفر درجة التجمع دي هتوقف نشاط الانزيمات المحللة للخلايا. اخر سؤال سبعة وثلاثين. بيقول لي هنا. اي الخصائص التالية تجعل الانزيمات مفيدة في العديد من المجالات? ايه اللي بيخلي الانزيمات مفيدة? مش هي بتزود من سرعة التفاعل? تمام? تعمل انزيمات في نطاق واسع من البي اتش? لا. مش نطاق واسع. احنا قلنا كل انزيم ليه درجة بي اتش معينة. لو زاد او قل عنها بيقل نشاط الانزيم تدريجيا لحد ما يتوقف. تزيد الانزيمات من سرعة التفاعلات معينة? اه هو الانزيمات بتزود من سرعة التفاعل. اجابة باء. يرتبط بالموقع النشط للانزيم العديد من مواد التفاعل اللي احنا قلنا الانزيمات عالية التخصص غالبة. بتم ارتباط مادة التفاعل واحدة بالمواقع النشطة بتاعته الانزيم. لا تتغير طبيعة الانزيمات بسهولة? لا بالعكس ده بتتغير بسهولة عشان هي مادة بروتينية بتتأثر بالحرارة قلنا الانزيمات حساسة التغيرات من? الحرارية? لان هي بتتكون من مواد بروتينية. فالاجابة هتبقى معانا بات. تمام كده يا شباب? وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.